مش بتعود ان انا اصور بجاكت حاس ان انا متكتف كده وانا بصور ولكن متنساش تكمل الاخر الفيديو عشان شاومي عملالك هدية في اخر الفيديو ممكن تكسب موبايل لو انت من ملاك شاومي كامل الاخر الفيديو عشان تشوفك القصة ازاكم يا جماعة عاملين اي اي اتمنى كلك تكونوا بخير ان شاء الله وضع جديد شوية ترابيزة وحيطة وبتاع طبعا شفتوا الموضوع ده في مليون فيلم قبل كده ولكن يعني وضع مريح شوية بالنسبة لي ان انا قاعد ساند كده ايدي عالترابيزة وبتكلم معاك وكده عشان ابقى اتكلم براحتي وعشان كمان اعمل فيديوهات كتيرة لان الفترة اللي فاتت عشان اعمل الستوب بتاع الكاميرا واعد اصور وبعدين انقل الستوب واعد اصور الموبايل او الحاجة اللي انا بتكلم عليها بيبقى متعب جدا جدا بالنسبة لي ولكن بالستوب ده هيبقى فيديوهات سريعة وفيديوهات ندر ان احنا نتكلم عليها بشكل افضل طيب احنا جايين النهاردة نتكلم عن ايه انا مش فاكر احدي بس انا كده عشان اعرف نتكلم ولا كده ده في الفيديو ده انا جاي اقول لكم تشتري ايه من شاومي في بداية 2023 لان شاومي زا ما انا عارفين متعودين عليها يعني ان هي بتطلع لنا موبايلات كتير جدا جدا في السنة طبعا السنة اللي فاتت مطلعتش موبايلات بالشكل الكافي واغلب الشركات عملت كده يمكن شاومي هي اكتر شركة نزلت موبايلات في 2022 وفي جميع الفئات السعرية بمعنى ايه ان مثلا فئة ال 2500 جنيه اللي احنا كنا بنشتريها ب 2500 جنيه بقيت ب 5000 جنيه طبعا عشان الدولار اللي زاد الدولار يعني زاد ضعف كان ب 15.5 جنيه بقى ب 30 جنيه تقريبا ب 30.5 حاجة زي كده في وقت نزول الفيديو ده ومع ذلك شاومي مستمرة ان هي تتحط في كل فئة سعرية موجودة بمعنى ايه ان زي ما انا قلت ان الموبايل اللي كان ب 2000 ونص بقى ب 5000 جنيه تلاقي شاومي عمل لك موبايل ب 2000 ونص برده اللي هو بقى كان ب 1000 جنيه او 1200 جنيه بس هتعمل ايه يعني هي شاومي برده وعايزة تحط نفسها في كل فئة سعرية لان ده اللي بيشتهر او بتشتهر بها شاومي دلوقات شاومي بتشتهر بالقيمة مقابل سعر او ان هي افضل قيمة مقابل سعر بتقدم لك امكانيات كتير جدا مقابل السعر اللي انت تدفعه فهي لازم تتحط في اي فئة سعرية حتى لو الفئات دي كانت ب 1000 ونص وبقت ب 3000 جنيه طيب نخش في الموضوع على طول تشتري ايه من شاومي في بداية 2023 مبدئا كده انا شايف ان لو مفيش بجت معينة او مفيش معكش فلوس من الاخر يعني تشتري موبايل جامد وتشتري بتاع الا اون بلس من شاومي هو بيجي تقريبا سهله 3000 جنيه 3500 جنيه يعني على حسب ما هتشتري في المحلات الا اون بلس مش افضل موبايل في العالم وانا قلت الكلام ده في الريفيو بتاعي هو موبايل سنائي او موبايل تاني يبقى معاك موبايل مش رئيسي او موبايل مثلا لحد كبير مثلا مش فارق مع ان هو يلعب بقى باب جي والكلام الفاضي ده مش فارق مع ان هو يخش عالسوشيال ميديا بقى كل يوم وينزل برامج ويعمل بتاعه او موبايل عادي موبايل تشغل بيجي بي اس مثلا لو انت بتشتري اوبر مثلا او حاجة ولكن لو جيت بصلت على الحقيقة اللي احنا عايشين فيها ده ارخص موبايل موجود في السوق حاليا 3000 جنيه شاومي اون بلس والموبايل ده متمايز ببصمة بطارية 5000 ميلي امبير شاشة كبيرة لحد ما ولكن طبعا مش افضل اداء في الدنيا ومش افضل كاميرا في الدنيا يعني ما تستنناش من الموبايل ان زي ده اداء من الاخير التاني موبايل انا برشحه جدا جدا في شاومي الصراحة ان انت تبدأ بيه 23 وهو الشاومي رادمي تان اي بيجي بسعر 5000 جنيه او كان سعره تقريبا 2000 ونص 3000 جنيه طبعا مش هعط بقى عيد وزيد بقى في القصة دي فانتو عارفين موبايل كان باثنين ونص ثلاثة تقريبا بقى سعره 5000 جنيه الحمد لله ان هو استمر سعره 5000 جنيه ليه انا بقول الحمد لله ان سعره ما زال 5000 جنيه لان اللي انتو بتعرفوش او الناس قليلة متعرفوش طبعا انت اعرفين اكتر مني اصلا المهم في جمارك وضريبة على اي موبايل بيدخل مصر 34% قريبا فتخيل انت مثلا موبايل بمية دولار مثلا موبايل بمية دولار اللي هو موبايل اقتصادي جدا جدا مية دولار 30 يعني 3000 جنيه زود عليهم 34% يعني 4020 جنيه طيب ده لسه لغاية دلوقتي محطناش اي مكسب للشركات اي مكسب للدعاية للشركات بتدفع دعاية وبتدفع للموظفين وموزعين وليلة كبيرة اوي ساعدتك في الموضوع الكبير جدا جدا فبيوصل سعر الموبايل ابو مية دولار بيوصل سعره خمس تلاف جنيه انت متخيلين الفكرة فالحمدلله ان عندنا موبايل زي الريدمي تان ايه بخمس تلاف جنيه فاهمتوا الفكرة انا بلغ كتير ولكن حبيت اقول لكم بس قصة فيها ايه طيب نرجع للريدمي تان ايه الموبايل جاي بمعالج جي 25 ستة جاجا رام 128 جيجي زاكرة داخلية كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل بطارية 5000 ميلي امبير يعني هو في الاول في الاخر هو موبايل اقتصادي ولكن مش هاضع اعيد وزيد بقى موضوع الاسعار ده ثالث موبايل ممكن تشتريه من شاومي في 2023 وهو ريدمي تان سي ريدمي تان سي بيجي سعره تقريبا 6000 جنيه وده هيكون ارخص موبايل بسناب دراجون 680 سناب دراجون 680 حاليا بينزل في موبايل اوت من شركات تانية ب10 تلاف جنيه كاميرا الخلفية 50 ميجا بيكسل والامامية 5 ميجا بيكسل طبعا الامامية ما تعتمدش عليها تماما ولكن الكاميرا الخلفية كويسة هتطلع لك صور كويسة عندنا البطارية 5000 ميلي امبير وشحن يعني اه بيقول يا سريع هو 18 وط فموبايل كويس طبعا 6000 جنيه هو رقم كبير ولكن في ظروف الاسعار ده هو ارخص موبايل حرفيا بسناب دراجون 680 طيمن قبل سعر في ظروف اللي احنا فيها دي صبعا زي ما احنا عارفين طيب تالت موبايل انا برشحه الصراحة في 2023 او تدخل بي 2023 من شاومي وهو الريدمي تان 2022 برشح ان انت تدخل بي 23 وهو 22 بس يعني اي ما علينا الموبايل ده سعره 6700 جنيه ولكن بيجي بالمعالج الهيليو الجي 88 معالج قوي جدا هشغالك كل الععاب وهيديك اداء ممتاز جدا جدا من غير اي مشاكل خلص الشاشة هي ناستة ونصف بوصة تقريبا بدقة فول اتش دي بلس وكمان بتردب 90 هرتز موبايل كويس جدا فيه سماعات استيريو كاميرا الخلفية 50 ميجا بيكسل وفيه كاميرا ألترا وايد 8 ميجا بيكسل حلوة جدا موبايل اداء كويس جدا جدا موبايل تريبا سعره 6800 جنيه ولكن يظل ان هو اختيار ممتاز جدا في الظروف اللي احنا فيها دي اخر موبايل برشاحه برضو في الفئة المتوسطة والفئة الاقتصادية من شاومي في 2023 وهو الريدمي نوت 11 الريدمي نوت 11 بيجي سعره تقريبا 3000 جنيه 7800 جنيه ولكن الموبايل ده عمقفل كل حاجة بقى زي ما متعودين من شاومي اللي هي فئة الـ 4000-5000 جنيه تاعت زمان دي يعني عندك شاشة سيتة ونصف بوصة وفول اتش دي بلس امو ليد 90 هرتز شاشة حلوة جدا جدا عندك كاميرا الخلفية 50 ميجا بيكسل وكاميرا الالتراويت 8 ميجا بيكسل والكاميرا الامامية هنا احسن شوية 13 ميجا بيكسل عندك سماعات ستيريو طبعا وعندك 5000 ميلي امبير البطارية واخيرا شحن سريع 33 واط فالموبايل هو موبايل متكامل طبعا سعره 7800 جنيه او 8000 جنيه على حسب انت وشارتك في المحلات ولكن هاتلي موبايل بيقدم لك نفس القيمة دي من اي شركة تانية حاليا بنفس سعره ده فالريدمي نوت 11 موبايل حلوة جدا جدا طيب هل كل ما انا بقوله ده سواد في سواد والدنيا بقى صعبة جدا والدنيا يعني اه هي الدنيا صعبة يعني انا مش هل احكي عليكم ولكن هل هنظل في هذه المعضلة او في هذه المشاكل في 2023 اتمنى لأ طبعا ولكن في بوادر امل كده صغيرة شاومي ايه بتحاول تعملها زي ايه مثلا زي المصنع شاومي بتعمل مصنع هنا في مصر عشان تبدأ الموبايلات صنعة في مصر طبعا ده هيعمل لنا ايه ده هيلغي باند ال 34% ضريبة وجمارك اللي انا قلته في اول فيديو او في نصف الفيديو يعني هيلغي ال 34% الباند جمارك فاعتقد ان اسعار الموبايلات اللي هتنتج في مصر او ان اللي هي هتبقى صنعة في مصر هتقل 34% هما طبعا مش هعملوا الفلاك شبز بتاعتهم او الموبايلات المتوسطة للعليا بتاعتهم لا هما هيجمعوا موبايلات اقتصادية او فقا متوسطة يعني في اول متوسطة كده فاهمين زي الريدمي نوت 11 فهنلاقي مثلا مثلا ريدمي نوت 11 بدل 8000 جنيه قلل منه 34% هيديلك 5000 و 22 جنيه يعني زود فيهم شوية ممكن تلاقي مثلا موبايل يعني مثلا زي ريدمي نوت 11 اللي هو مثلا ريدمي نوت 12 او اي ان كان بقى اللي جاي ايه هتلاقيه نزل مثلا ب 6000 جنيه رقم يعني معقول هو قبل غلاقة دولار ده كان ب4 ونص 5 بقى ب6000 جنيه معقولة فشاومي بتحاول انها تحارب غلاقة الاسعار بموضوع ان الموبايلات تتجمع هنا في مصر عشان نلغي البندل 34% اللي احنا قلنا عليه طيب وصلنا بقى ليه الحاجة اللي 90% منكم الداخل يشوفها وهي الهدية شاومي بتقدم موبايل هدية انا معرفش هو ايه انتو متعرفوش هو ايه انا يعني محدش يعرف هو ايه غالبا شاومي نفسها متعرفش هو ايه و لكن هتاخد موبايل هدية لو انت من مستقدمين شاومي كل اللي عليك ان انت هتلاقي لينك تحت في صندوق الوصفة او في الديسكريبشن هتدخل على الينك ده هتلاقي فورم او ابليكيشن كده بتملاه هتملا بياناتك العادية جدا هتدخل اسمك ورقم تليفونك وعنوانك وكلام ده عشان انت لو كسبت الهدية يعرفوا ان هم يتواصلوا معاك تاني حاجة الموبايل الهدية ده هو موبايل هدية لملاك شاومي بس يعني لازم انت تكون مالك شاومي عشان تكسب الهدية دي فلازم تكتب في الفورم دي او الابليكيشن دي لازم تكتب نوع الموبايل الشاومي اللي معاك هتكتب جايبه من امتى وتكتب ايه الاخبار او العيوب اللي انت بتواجهها في الموبايل وتنصح الناس تشتريه ولا لا يعني هتكتب تجربتك الكاملة مع الموبايل وبعدها هيطلب منك ان انت تكتب المي اي دي بتاع الموبايل بتاعك عشان يتأكد ان انت مالك لموبايل شاومي عشان شاومي مش هتكسب اي حد غير الملاك بتوعها او الفانز بتوع شاومي من الاخرية املأ الابليكيشن تمام التمام هيبع عندك فرصة ان شاء الله ان انت تكسب الموبايل اللي من شاومي بس كده تقولولو لعيكم تحت في الكومنتات ما تنساش يا عجل الفيديو ده تدوس لايك ما تنساش تعمل سبسكرايب القناة تتابع كل جديد انا بقدمه كان معكم محمد سامي اشوفوا فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم